كشف المدير والعام للغابات تعزدين سكران بأن مصالح مديرية الغابات واصل عملية الإحصاء وتحقيق التي ستنتهي في 31 أكتوبر القادم عن كيفية التعويض قال ذات المتحدث أنه سيتم استبدال الممتلكات التالفة بفعل الحرائق بالنسبة للمكوبين الغير مؤمنين فيما سيتسلم المؤمنون تعويضاتهم بصفة عادية ولدت طرقه إلى الأسباب التي أدت إلى انتشار موجة الحرائق قال المتحدث بأن أغلب الحرائق افتعالها أشخاص غير أن نسبة كبيرة منها كانت بطريقة غير متعمدة مؤكدا بأن الذين قاموا بافتعال الحرائق عمدا سيتم متابعتهم قضائيا على الاعتبار بأن المديرية ترفع دعوة قضائية ضد مجهول إثر كل حريق ومصالح الدرك الوطني تبشر تحقيقاتها على هذا الأساس كما سيتم رفع تقرير إخباري إلى السيد وكيل الجمهورية تتواصل حرائق الغابات في مختلف ولاية الوطن حيث أعطت الآن طباع لدى الكثيرين أنها مفتعلة إن أرجعها مختصون في القانون إلى ضعف النص القانوني والإجراءات الردعية محمد حمد المتتبع لمسلسل الحرائق التي اشتاحت العديد من الولايات ومنها سكيدا يلفت انتباهه الطريقة الشبه المنظمة أو المنظمة لاندلاع هذه الحرائق ما جعل الكثيرون يؤكدون على أنها عملية نهب ممنهجة للعقار الغابي عندنا الغابة هنا مطلوقة شو الناس تصلح المهم الناس اللي ما عندمش علاقة خلاح بالخدمة يجيوا يشعلوا النار كما أكل أغراد مع لباليشنا كيفاه بس حما قادينش يحسبوا وش رح يسرى من وراء النار نوجه إلى السيد وزير الفلاحة كما نخرج نعمل دوريات كذا نلاحظ بعد المواطنين يستعملوا سياسة الأرض المحروقة يحرقوا الغابات ويستعملوا الفحم ويستعملوا أراضي والسلطات ما قدرش كيف تحرك الكثير من رجال القانون الذين تحدثنا إليهم اعتبروا ما يحدث نتيجة ضعف النص القانوني والإجراءات الردعية اللازمة حرائق هذه هي عبارة عملية نهب ممنهج للعقار الغابي وهذا راجع لعدة أسباب منها نقص تدابير الاحترازية وهي تدابير استباقية ونقص وضعف على مستوى النص القانوني من حيث الإجراء ومن حيث الشكل وتفعيل النص بحد ذاته وكان نقص الوعي لدى المواطن من حيث يقدم البلاغات وعلى سلوكات الجرائم هذه توقف عدد من المتهمين بافتعال الحرائق ومتابعتهم قضائيا أمر جيد لكن نشر الوعي لدى المناطن للمساهمة في حماية هذه الثروة أكثر من جيد التأمين عند الجزائريين هل هي ثقافة تزرع أم إلزامية تحترم لماذا لا يؤمن سكان القرى منازلهم وأعتدهم الفلاحي وحتى مواشيهم للحديث عن الموضوع سعد باستضافة سيد يوسف مراحي وهو مدير تعويضات بشركة اليونس لتأمينات سيم مراحي صباح الخير أهلا بك صباح النور لا يسلمك أهلا بك إذن بالحديث عن التأمين في الجزائر عن ثقافة التأمين عند المواطن الجزائري كشفت العديد من الكوارث والحرائق الأخيرة عن غياب ثقافة التأمين عند المواطن الجزائري بداية ما هي أسباب عدم تأمين المواطن الجزائري لمسكنه لسياراته للعديد من عتدها الفلاحي بسم الله الرحمن الرحيم لازم لك كأن فكرة أساسية وهو الجزائري عندما يكون عنده ملك بما أنه وصل إلى اكتساب الملك في الدهن وصل الهدف اللي كان حبي يوصله في الجزائر هنا عندنا التأمين يولي ثانوي يشري مثلا على سبيل المثال يشري سيارة خمسمية ولا مليار المال اللي عنده قاع أنفيستاف هذه السيارة ولكن تأمين يقول لك أعطيني تأمين تعترق ينطلق من فكرة لأنه إجباري وليس لحفظ الملك تاو وكذلك لعنده دار أغلبية الناس الجزائريين في عامة نسمعها في الأخبار يقول لك السلطات المحلية والسلطات المعنية معاونة نيش عنده مشكلة الاجتماعي يقول لك معاونة نيش ما يتكلش على نفسه ويقول لك أنا نحمل ملك تاعي كين واحد القصة يقول بلي واحد العربي جاب ناقة تاعو وطلق الحبيلة وراح قالوا أقنها قالوا توكلت على الله قالوا أقنها وتوكل على الله دونك إذا إحنا أنا مول ملك مول دار لديها لعطيت صرفت عليها أموال باش يكون عندي مكسب إلا هذا المكسب أنا ما نحافظش عليه من سناش الغير يحافظ لي عليه ولهذا في الجزائر نخضعه غير الإجباري لك الثقافة هذه ولا الثانوية نسمعه في الأخبار على سبيل المثال في العالم كي تكون كارثة طبيعية يقول لك نسينا المؤمن نقطة جدها ما أثرتها السين الراحل ما يقولش الحكومة ما أعطتنيش نقطة جدها ما أعطت لك دار في كل مرة تكون فيها كارثة في وسائل الإعلام يظهر هؤلاء المواطنين ينتظرون ربما تدخل الدولة وتعاوضهم ألا أليس من الأشدر أن يتصلوا بشركات التأمين هي شوف على ما حدثت في 2003 بعد الزلزال الحكومة صدت قانون وتقول لكل كوارث طبيعية لازم تؤمن في أي إطار كي يبيع كي يكري وإذا كان إنسان ما باعش ما كراش تسمى غير مرغم باش يدير هالتأمين ذو كما يقولوا بالفرنسية كاي اللي هربوا من الفيلي وهذا الناس بزاف إذا حكموا قاعد لديل قاعد لوجمون سوسيال قاعد بلكوا 60% ماشي مأمنة نهار زلزال تحكومات برعة تحطات 700 ألف دينا لكل مواطن باش يعاود داره الناس باش تسقم دارها تقولوا عاود للبوتاجي عاود للكوزينا نساو الغرض الأساسي تحت تعويض ودخلوا علاش إيه بروفيتي حاجة باطل مجانية الحكومة دوكت الداخل رانا شفنا في الأحداث يقول لك نديروا نحرقوا بنوات باش نديروا هادي بس نساو باللي من الجهة الأخرى القليل يقدر يغطي إذا كان فيه ضرر يغطي له هذا التعويض كيف الآن نزرع ثقافة التأمين عن الجزائري تحدثت لي قبل قليل ربما يملك سيارة تسوى 300-400 إلى 500 مليون لكن يعود فقط يأمن فقط تأمين طريق لديها ربما شقة بأزيد من مليار سنتيم ما يأمنهاش لديه فيلا يعني الآن كيف نوعي المواطن الجزائري بثقافة وإلزامية التأمين شوف كنت واحدة العام في ألمانيا في الطريق السريع وين يكون حادث مرور وفيه موتى يديروا أمانكا إذا كان فيه ميت يديروا مانكا إذا كان فيه زوج يديروا الثلاثة وبأمطار يديروا السيارة هذيك يوريوها كي كنت في الطريق السريع تشوفها باللي هنصر حادث نتيجة سرعة هنصر حارق نتيجة نتيجة نيجليجانس نحن معناش هذي حتى الحكومة حتى المجتمع دير تأمين ثانوية علاش هذي إراثة للمؤمن سراق ولكن إذا نرجعو إلى القرن السادس عشر الناس كانت أمن بطريقة أحد أخرى بتعاضدية كانت عندهم هذي تقافة قال إلا رحت لي مثلا السفينة غرقتوا فيها البضائع تأحدى من المتعاضدين احنا نعوضوه داروا شركة انتج بعد الحارق العظيم اللي صار في لندن في 1667 السيد إدوار لويتس جاتوا هذي الفكرة باش يدير نيزاديزيون الناس تجي وتخلص إذا كان حادث نعوضوه ننطلقهم الفكرة باللي الحادث ما يكونش مية بالمية دايما نسبة أقل دوك الناس تعوضو احنا نطلقنا مفكرة من استقلال باللي المؤمن سرق ما يرجع دراهم ما يديرش هذي واحدة ثانيا كين أهدف الهدف التعين شري صيارة شريتها خلص دوك تأمين تانوي لو كان قلنا له لا نبيع لك صيارة ونبيع لك تأمين إجباري نقول له في الإجباري فرنسا مثلا انه في الحوالي اللي صارت في 98 كي صارت هذك الفيادة درنات اللي ما عندوش تأمين ما عودتوش الحكومة يعني تأمين لما نازل ولا إجباري احنا في الجزائر ليخضع للمسؤولية المدنية هو الإجباري لعلاش يخضش يتعامل مع الناس يتعامل مع المستفيدين يتعامل مع المستهلكين ذو كصدر قانون وما بين المالك السيارة ومالك الماشية واللي عندو أراضي لازم يأمنها احنا عندنا تقاليد هذه التقاليد هي لشوية ضعفتنا ليخلق ما يضيع ربي كريم حنين الحكومة قادرة ولكن ولينا دي كاسوسيو صحيح صحيح هاد السوسيال ما بدناش ما نازل نحرقه بنوات ما عودونيش نحل فهذا النقطة السيم الراحي يعني يعني وفيت يعني كل نقاط لماذا في المناطق الحضرية ربما هناك ثقافة نوعا ما للتأمين لكن في المناطق الريفية يعني لا يؤمنون مساكنهم ولا عتده انفلاحي ولا ماشيتهم هذا يرجع لل نيفو السوسيال أولا ثانيا قبل قلت لك تكون كارثة يقول لك السلطات معاونة نيش هذا قبل ذلك يعني يتوجه إلى شركة التأمين يأمن كل الماشيت تعو يعني تابعنا ناس يعني فقدوا ربما خسائر كبيرة على مستوى الدواج ديالهم على مستوى البساتين وكذلك تابعنا يعني كل أملكهم يعني راحت في ضرف ساعة فقط شوف شوف هذا يوجع شوية للدولة دولة كل ما يصرى كارثة والحادث تدخل لك نكون وقعيين أنا عندي أرض وعندي عندي عندي ماشية متقن ستين بالمية بالليلو كان تكون كارثة لحكومة الدخل أنا أنا طرح السؤال لماذا تحب يأمن عنده تأمين غير مباشر عنده معاونة مالية ولا مادية لماذا يأمن ولكن لو كان قولوا له هك تعطي له المال تعطي له الحوب البشر يزرع تعطي له تبيع له الأرض بنصف ساعة ويستن الحكومات تعاون إذا كانت كارثة ولفنا كذفة الكوارث كلي عندك ابن ولفت له تعطي له الدراهم يخدمش ما يخدمش عنده الدراهم المدخول كاين ولكن المدخول اللي تعرق عليه حاجة أخرى نعطيك سبيل المثال جزائري يدخل مكتب تأمين يأمن سيارته الوقت ما يجاوس عشرة دقائق ما يلقي أسئلة وقت يفق يفق نقول هذا ما يدخلش في التأمين من بعد من هذا ندخل في صراع قانوني نحل المحكمة وبعد القاضي يحكم شوف المدة لإجازة باش الإنسان تعوض نعم سيم الرحيم متى يصبح التأمين إلزامي على المواطنين كل مواطن حسب المادة الأولى من قانون تأمين يقول لك طبقا المادة 168 من المرسوم 95 سبعة كل المسؤولية المادنية يجب أن تؤمن حيث كانت إلا الخواص الخواص هما السكان اللي عنده دار ولكن الإجباري تكون عندك معاملة مباشرة ولا غير مباشرة وإن المسؤولية المادنية تكون لازمة كاي المستهلك نخدم كاش أكل ولا نبيعه عندي عتاد نخدم به ونبيعه ويستعمله إنسان آخر دوك المسؤولية المادنية تكون لازمة أمنة المشرع الجزائري رغم والإجبار المسؤولية المادنية والمسؤولية حول النفس ننطلقهم في كرة الأب مسؤول على أبنائه رب العام مسؤول على العمال السائق مسؤول على الرقاب كايين إذا ما كانت إنسان آخر غير إجباري وهذه هي الغلطة حسب رأينا هذه هي الغلطة لازم يكون تأمين إجباري في كل حالات علاش لازم الحكومة تجبد روحها تخلي شركات تأمين في الكوايث الكبار هادوما في التأمين ضد الكوارث المبلغ لتقبض شركة تأمين تعطيه للحكومة الحكومية تصرف به أنه تعويض غير المؤمنين من خزينة دولة يسبب ربما خسائر لشركة تأمين ولو بطريقة غير مباشرة طريقة غير مباشرة تسبب خسائر كبيرة مثلا في زلزال 2003 تعالفايا ضدنات في ودسوف هادو قاع هي في قانون تأمين في وجهة تأمين يقول لك ما تكونش كوارث وما تكونش حوادث المبلغ ما صرفناش ماستعو يرجع للشركة وإذا كان كل مبلغ نخبيوه نصرفوه يعطون للحكومة والحكومة هذه لمدخل تحملين من ضرائب من تأمينات نحن ديجا مبدئين الجزائري عاما يخلص ضرائب سراقين ويشوف شركة التأمين كضريبة ولهذا نستهرب منها أنا لا تعتقد أنه تهرب المواطن الجزائري من تأمين ممتلكات وراجع إلى طول دراسة الملفات على مستوى شركة التأمين وبريقراطية على مستوى الشركات هذه لا ما نظنش بما أنه هذا وش قلت لك قبيلة هذا إيراث حقيقة دول إعلام الآلي مثلا ما يخصني هنا نقول لك الملف يدرس في خمسة أيام ولكن يكون ملف يعني كامبلي فيه كل شي ولكن إذا طالقنا من فكرة بالمؤمن سراق ما يخلص نخبيه عليه مثلا كتكون كارثة وفيه الشكل لازم يكون تحقيق أنا اللي نجيب الابخوف باللي فيه غش ولا لا لا هذا يطلب وقت وإذا كان ملف عادي بين الحادث والتعويض الشركة الإيرانية فيها يدوم بين عشرة أيام إلى خمستاش سراق يتحقيق الكبار ما يفوق 200 ألف دينا في خمس أيام يكون تعويض علش الأمور طورت المؤمن طور والقانون على بالك هنا في الجزيرة السكتور ديزاسيون سي لبلو ريقلومنتي سي لبلو ريقلومنتي هو لبنك لك كان حراسة مشددة دعلينا عنا إجباريات باللي نخلص التعويض يكون في مدة أقل من شهر لك لازم في كل شي نجيب نجيب في أقل في شهر كانت صح بما أن معناش ثقافة تأمين معناش ثقافة الإعلام بالحادث دايما نخبو حاجة المؤمن لا يتم تصرح بكل شي مثلا يقول لك وين صرح الحادث يقول لك على الطريق السريع إنساب للطريق السريع في ألف ومائتين كيلومتر تقول المؤمن لازم يسن الخصب وش يقول وفيه مقارنة في هذا الوقت المؤمن له ويسن ينساب له وليما جابش للانساني مو اللي بليز شوفها لقد ندخل في تحقيق التحقيق يطلب وقت يطلب وقت لك إحنا ولفنا نسنا والحكومة نسنا والتعويض يجي بالخف نسنا وليخلق ما يضيع هذي قاع تتعاملوا مع كل هذه الدهنيات هذه العقليات هذي قاعد اللي جاز على طريق البنك ما عنده حتى ثقاف التأمين بس حكين يأمن هو يأمن يأمن سيارة أو المحل بمال ماشي دياله تعال البنك بس حول يصوق به دو كين جي كايثة ما يخدم مش على تعويض يخدم على البنك دوك الفكرة الثقافة ما عندوش البنك تسلو دراه وليزي لها دراه منين يجيبه من عند المؤمن دوكي جي يهدر معك ما يهدرش معك على ثقافة التأمين وعلى الحاد يهدر على التعويض وهنا اللي تختلف كوماندي ديفيرانس دولانغاج بيني وبين المؤمن ما عندوش لغة وحدة على ما عندوش ثقافة مبدئين ما عندوش الثقافة التأمين ومثلا عندما أي مؤمن يكون هو السبب في إحراق ربما مسكن تاعو أو البستان تاعو أو يعني التصريح بسرقة مركباته أو يعني حادث ما كيف تتعاملوا مع مثل هكذا ملفات يعني خاصة شوف في هذا إطار القانون يجبر المؤمن هو يجي بلا بروف باللي صغش ولا عمدي هذا اللي يجي بعد المؤمن يصبح حليك بحادث ويقعد حنا ندير الانكاد حنا نحوس وندير الوسائل باش نعرفوها إذا كان فيه بروف باللي كاين غش ولا كاين تصريح حادث غير صحيح ندخلوا القانون يعاقب الناس كان المادة 124 كان المادة 138 اللي يتعاقب هم هنا تنتاتف دفرود يدخل في إطار القانون المادة 623 اللي يتعاقب بسكو على تنتاتف دي سكروكري وهذا يدخل في الجنائي نخجم المداني وندخلوا في الجنائي وهو القانون العقوبات نعم وهذا هي اللي تجيب الابروف باللي كاين فيه غش وده ما سبناش كاين يجوزو يعني يكون الإنسان يكون صريح كاين يجوزو يدير فوس ديكلاراتيون ولا والجوزة نعم سيما راحي كي نختم النقاش رسالتك الآن لكل الجزائريين كورة طبيعية يعني تحدث من حين لآخر ربما أشياء هكذا مفاجئة تحدث المواطن الجزائريين يعني كيف الآن على المواطن الجزائري يأمن نفسه يأمن أملاكه يعني يعني عائلته بصفة عامة هي على النقطة الأساسية إنسان قبل ما يخمم على التأمين يخمم على العائلة دياله أول يخمم على المدة اللي دارها كان باش يكسب دار لازم يخمم تاني باش يحميها ولو كون إنسان غني ما عندوش المال كافي ليتعويض الملك دياله وملك الجيران فاسكو كيكون عندك كيكون كارثة ما تقيسكش غير أنت تقيس الجار وحنا عندنا البنو آدم يقول لك ما تصرى ليش لي تصرى غير حتى أنها تصرى له ومنها تصرى له كانت أنها بديت تأمين كانت واحد لائحة في الشركة تأمين كي بديت عندوك ربعين سنة يقول لك التأمين يظهر غالي قبل التأمين بعد التأمين يبان لك رخيص رخيص هذه واحدة ثانية لازم يكون المواطن على عين بل الجزائر فيها أخفض سعر تأمين في العالم ما يقابل 12 أورو مقارنة مع أوروبا ولا جيران يعني ما نرحوش بعيد جيران المغرب ولا تونس غالي بزاف حنا في الجزائر مرغم يكون عندو قرض يصف لي هون توريسك هون أوروبا لتوريسك حاجة عالية بزاف غالية علش بسكو قاعد الناس مأمنة المسؤولية إذا إنت لولدتو إنت لكبرتو إنت لصرفت عليه إنت بسؤول عليه شريت سيارة تحطها عند باب الناس أعرف واش كالحي يصرع لازم تكون تصرع عليها أصرف أموال أموال لازم لازم يجب أن تحطي البيان يجب أن تحطي البيان مرح مدير التعويضات بشركة اليونس لتأمينات كنت ضيفي في هذا الجولة الإخبارية الصباحية شكرا جزيلا لك ويومك موفق تحطي